اخوتي اخواتي الفنة الديامندس البقاء اي بيقات ديالي الفنة شميكي مضي القلب نحبكم ونموت عليكم اليوم عنا واحد الموضوع مترتق موضوع مهم جدا اليوم نتكلم عن القضية سلاح الابيض والداليل براءة المحمد والظلم الذي تعرض له محمد وكيف كانت تخطيط هذه القضية السلاح باش انهم يمحوا محمد من الوجود خصومي طيحو محمد باي تامن غادي نعطيكم نقطة بنقطة ولكن قبل ما نعطيكم هاد النقطة بنقطة غا نطلب منكم واحد طلب الله يجازيكم باخر الله يرحمكم الوالدين كملونا المشاهدة وخاها خمسة دقايق وتقابوناوا في هاد القانة الله يجازيكم باخر علش هاد القانة ما اطلعش معكم اخوتي اخواتي الحمدلله كانت تقضوا باحترام من سوش اللايكات وكتروا التعالي قرا كانت تعرضون واحد السينيال ما قلكمش اخوتي الاسهم كل رمادية صراحة الله القانة ما قد يعني مني كيكونوا السينيال ما قد تقترحش على الناس ومبلعاني كيكون هاد السينيال مش ما قد تقترحش على الناس باش الصوت دينا ما كيوصلش واذاك تشوفو بعض القانوات اللي خصوهم من قانوات كبارين والصوت دينا ما سموع مصخين همش يوصل يوصل هاد المشكل هاد او هاد الموضوع هاد حتى هم يتعاونوا ويدخلوا ويشوفوا الحقيقة ونوصلوا الرأي دي او نوصلوا الصوت دينا الرأي العام ببقى لات 60 سبعةammen على القاضية مصيرية ابي منظلوم أبي مظلوم عن دور بعد العيال وطفل رأي ما جاء بنجي في الطريق ومCS وليس كالنقوا اضافوا تحجار تacióر خرجه من داره ضربه في أعراض دياله احتضر لي ماشيلي لا بغيني خرجه وهمنا سمحوا لي أخوتي احتضر لي ماشيلي لا بغيني خرجه وهمنا بغيني محيوا الحرب ديال المحتوى صاحب القانا الكوبرى اللي هو والدخاه ما عنده شي محتوى كان المحتوى كان عنده معه محمد لي طلع له هاد القانا ووليداته نهار لي بغيني الساقل شنع لي هاد الحرب شاني عاخوتي وحنا ضد الظلم هنا غانشوفتها مغربتكم ديالكم واشغلت وقفوا مع هاد الانسان ومع هاد مليدات اللي تشردهم الدار ديالهم في العواشر في العيد كيتوفوا الاب ديالهم كيتتحقر قدام عينيهم كيتوفوا الام ديالهم كيتتحقر قدام العينين ديالهم ما كي لا حاسب ولا راقيب ما كيش اللي شتش هادة تحق ما كيش يقول كلمة تحق عائلة كاملة جمعتا لها الشخص هذا حيتاش بغي يستقل بغي يحيدم هاد المهزالة هادة فكل شي يجمع له كل شي بغي يده ورع الشمس خوتي 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 اسمحوا لله ارحمكم والدي انتقهارت قا سمان بالله لا تقهارت خوتي اي وحيد يحس راسو يعمل مطعف هاد يعمل يعمل راسو هاد البلاسة هادة خوتي بالنسبة لقضية سلاح ابيض فهي قضية مفبركة وشاية كاذبة الحقيقة هادة انا غنعطيكم انا سيدي امي وما قريش وجهلة وما عرفش اني في القانون وما عرفش حاجة واحد الانسانة ام خبعة مع وليداتا ما كان عرفش حاجة انا غنتكلموا انتم مرض دولية بالنسبة 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 صاحب القانون المليونية كانت اخطيت منه ومن الزوجة دياله كان لقاء عنده مع صعصع الجمعوي هو مشان عنده تلطنجة وهذا خرج بها قناة الوانكم خرج وعطت تفاصيل لقاء لقاء اولا لا محتوى بحباطيتكم لا صداقة تجمعكم لا دمك لا احتاج حاجة خرج لانه تطلب معه وتفهمه على التامان وتفهمه على اي حاجة بعد يلتحق به صعصع نبني احمد يلتحق به كي يخطو ان محمد وراء الشمس كي يسجنوه ظلما وعدوانا اخوتي اخوتي ولد الاخ كيتاهم محمد بانه تعرض له وبيلال تعرض له في التشار او في الدوار اخوتي هذا الفيديو سيصل تعرض له في الدوار بالسلاح الابيض والدول التليفون وخسيدي اه كيف يعقل ولد جبل كيف يعقل رجل رياضي كيف يعقل ابو عضالات اخوتي انك مدفعتش مدربتش مغوتتش مفيك تشي جرحة لا فيك انتا ولا في نسل هجمت عليك نور مرمو انا عندي تليفون مهم عندي فيها اسرار مهمة زائد وعطكم نقطة نقطة باش من طلبكم شي معايا ما يمكنش ما غانعملش واحد جود ولا يكون جوج ولا يكون جوج دلناس ما غانعملش ما غانعملش واحد جود قلك جوج يغلبوا واحد ولا يكونوا شميت انا معاكم ولكن غانتقاتل معاهم اما غانكون انا مجرح ولا غانجرح شي واحد فيهم هنا ما كان شي لا جرح لا ضرب في طرفين لا في المجني عليه ولا في الداعي ولا في المداعي الميلث ما فيش شهادة طبية بانكن الضرب ما كانش في شهادة طبية بانكن الضرب كيف يعقل انتنا ما دفعتش على راسك وتليفونك مهم فيها اسرارك وما قدرتي لا تضرب ولا تضرب ما تضربتي لا يمكن ان يكون سهولة في العقل لا يمكن ان يكون سهولة سوف نريد لك اذا لم يجد ان اتركي انا ليس لكي السفر سوف نجبض كأن الحديث معك فقط على القيادة والنسبة لبناء والذي من الناس كانت كثيرة مقربة لديها. المشكلة جميلة هناك تشجيلات اوديوهات فيها تشجيلات ارشيف العائلة ومخلي فيديو ومخلي تليفون يعني غد تخرج بلا ما تصور تليفون تصور فيه قناة الى اخيره النقطة الخامسة هو انت اللي معروف عليك في الدشار ومعروف عليك في اي بلاسة ما تخرج بوحدك اما مع الدراري اما مع اولادك لان انت عارف راسك الناس يلتشار اش كيقولوا عليك وكيفاش يشوفوك لان اي واحد غايستهزائبك واي واحد غايستمعك الهضرة فكتر تخرج من العائلة وانتي تخرج مع محمد او تخرج محمد او تخرج الشيوخات اللي معاك او تخرج ولداتك باش يحترموك الناس مع ولداتك كيف يعقنت انا ما تخرج بوحدك معروف عليك في اي بلاسة ما تخرج بوحدك النقطة الخامسة اخوتي اخواتاتي النقطة السادسة واللي فضحوا ربي فضحوا ربي اخوتي قال لك ان ينصركم الله فلا غالبا لكم النقطة اللي مهمة هو خرجوا قال لك انا عندي ارشيف وعندي فيديوهات مشجلين في تليفون القديم هالتليفون القديم هو اللي فيه اوديوهات وفيديوهات فيه بالزاف دلائل اللي عندهم خبية اذا هاد الفيديو اللي خرجوا دراد يود محمد ما يخرجوا هو قال من تليفون القديم اذا تليفون القديم ماشي مسروق اخوتي اخواتاتي هالنقطة الخامسة النقطة السادسة كيف يعقل كيف يعقل ان كتقول بانت بيلال ومحمد هجموا عليك افضل انك بزيار بقديم المحضر وهانك بالنهار والساعة والتواريخ والنهار الى اخره فكنك الساعة والتواريخ بزيار الكاميرا جديدا بالكاميرا والتليل علمي تبتس بالكاميرا بانه ما كان شي اصلا بطاق الولد في بنية حمد الساعة التي تبقى بها أنت نقل في الجرد النهار الساعة التي تبقى بها أنت محمد يهجم عليك أنه وبلال كان في المدينة كيف يعقل أختي أخوتي؟ كيف يعقل الجولي ومن تهم وراجل أب أربعة أطفال والخامس ما شاء الله ما جاء الطريق والمراف العنق خرجناه من داره ضربناه في أعراضه حرمناه لابنة دياله دينها بدعوة ديال الهجوم عليك سوف نضع للنقطة الثامنة هي نقطة مهمة نقطة ديال الدعوة أو الوشاية الكاذبة بأن اليازيد ومحمد هجموا عليه بالحجار أخوتي أخواتي كيف ما معروف لم يلقانا أنه عنده الدار كلها مطوقة بالكاميرات ومحمد عنده مشكل في المحكامة إذا عمل قد هيدا غادي يمشي يضرب الحبس وعنده مشكل معك إنتا فكيف يعقل عارف رأسه عنده الكاميرات غادي يمشي يهجم عليه بالحجار وغايتصور في الكاميرا غايتصور في الكاميرا غايتهزدك اللقطة غايتقدم من العدلة غايمشي محمد من الحبس بدون نقاش بدون تعب محمد أصلا هاتسيد عندي معاه مشكل أصبق له هجم علي وصرقني وضربني وليوما كذلك يرجعي هجم علي وها مقطع من الكاميرات لأن نظر نظور كلها بالكاميرات كيف يعقل وتجيوا لي وما تقولوا لنا لا من اللي نقول لكم سلاح الأبيض وشاية كاذبة تقول لنا ضربوا في الأم ضربوا في الأم يعني نضربوا في الأم يعني كل ما تدينا للحبس كل ما تشتتنا ضيور ديالنا كل ما تخرج علينا كل ما تحطمنا كل ما اللي ما قالاش محمد وما قالاش اليازيد وما قالتاش راديا كلمة اللي مكتعين بعيدة كل البعد هاتل ثلاثة الناس منا فكيف يعقل واش هذا ظلم ولا ماشي ظلم واش هذا ظلم ولا ماشي ظلم أخوتي قولوا كلمة الحق أو أصمته والأم إذا كنت ضربت فمن هو السبب من هو السبب علش خلات هاتشيء الضخم وإذا كتقولوا لي يزيد انكر الأم دياله فأول ما نكر الأم والأب والإخوة هو صاحب القانا الكبرى خرج نكر نكرت نكرت خائبة قال ما عنده لا أم ولا أب ولا أخوت عنده الزوجة دياله والأولاد دياله فقط فشكل لفيت الكاس وشكل لهنا مسخط وشكل لهنا عاق وشكل لهنا ظلم وشكل لهنا مظلم خوتي أخوتي أنتظر منكم كمية كبيرة ديال التعالق والبرتاج هالفيديو مهم بزف ومهم مهم بزف واللي ما بارتاجي وما كتبشي تعالق وما اعطاش الرأي ديالو اقولكم ظالمين 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 ضمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتقى